فاز دونالد ترامب الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري أمس في ولايتين أمريكيتين إضافيتين هما ميزوري وميشيغن حسب تقارير إعلامية مقترباً بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيلي ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر وفي ميزوري انتصر الملياردير الجمهوري على منفسته نيكي هايلي بفوزه في كل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية حسب صحيفة نيويورك تايمز وفاز ترامب ميشيغن بأصوات جميع المندوبين التسعة وثلاثين وفق ما ذكرت شبكة سين ان الإخبارية وتأتي انتصارات ترامب الجديدة قبل ثلاثة أيام مما يطلق عليه الثلاثاء الكبير في الخامس من مارس الجاري الذي سيشهد انتخابات تمهدية في خمسة عشر ولاية